موسيقى موسيقى مشارك ومشاركة في مدينة طولة حكيت شاركت في الحرق علاش برشا جنسيات حكيت عليهم تونس الجزائر ليبيا كيفاش كانت المناظر أكيد بلدين أخرى ولكن اجتمعته الكل لهدف معين ولموضوع ينم الناس الكل ويمسوا الناس الكل هو هذي اللي حكيت لك عليك نعم ونصلت لي معناها هو برنامج قديم كانت محلية أنه أنت تحكي ولا تمثل بلادك في موضوع معين وموضوع يسر سنسيبل وتوا برنامج جديد متاع مناظره هو برنامج جديد شي قد على عام كابل صنع رأي صنع الرأي طنك أصلا بالعنوين تفهميلي صنع الرأي حاجة يسر مزيانة طنك باش نحكيه على قضايا جديدة اللي هو باش يتعادل برنامج هذي كل جمع ما عاش مرة في الشهر كيفما العادة طنك كيف ما قلت لك تعدينا بتصفيات النهائية وبعد مشينا لمعسكر التدريب اللي ديم أكثر من 13 يوم في التدريب هذي تعدينا ببرشة دورات تكوينية سواء فيما يتعلق بالتواصل والاتصال والأعلم أو في كيفية النزاعات خاطر كنا واحدة لكثين واحد كنا كل واحدة عنده بتواجه الإيديولوجيا بتاعه والفكري من 24 أو ولاية 24 ولاية وكنا مختلفين كمنا بعد تدريبات متاعنا جاءت الحلقة كنت من الفريق للمعارض للأطروحة زعم الاتحادي نجم يلقى حل للأزمة كنت من الفريق المعارض للأطروحة كانت تجربة برشة مزيانة برشة ستريس لحق معناه أنه هو ديبا خطر مش مش تحكي ولا تقول معناه جوت سبيتش ولا خطاب عادي وإنما ديبا فما سؤالات فما تحاور سؤال جواب ما تعرف شنو نجم يسألك طرف المسند للأطروحة وإنتي كمعارض كيفاش تنجم تجيب ولازمك تكون رحوججنا نتاعك حاضرين ولازمك تكون فاهم وخاصة أنه موضوع سياسي وأنه قليل نلقاه الشباب اللي هو يشارك في المواضيع السياسية لاحظوا حتى تأوه معناها بخاتك مغيب معناها وهذه حاجة به أنه شباب أنه بشيشارك في مواضيع وإلا يناقش في مواضيع كيف نهك وخاصة مش وحده معناه معناه يكونوا الضيوف اللي هما يكون عندهم معناها ما كانا معناها أكثر يكونوا مهم معناها أنه أنت تكون معا القيادات وإبيان معناها أشخاص موجودين يكونوا فاعلين بالقديم في الشأن السياسي هذيما يكون كان إضافة بالنسبة لنا اليوم مروا مع المرشد السياسي اللي قللين نعيشو فيه عاي بس كنت راه فهم عبادهم مع أشخاص اللي هما فاعلين في المرشد السياسي اللي يجمو ترجم أنت معنا بنت ترجم تأثر في الآراء متاحهم وإلا ترجم تساهم إنك تبني فكرة عندهم بش يجمو حصنوا في البلاد حسب رأيك بي هو وإلا خاطر اليوم نحنا كنشوفوا الوضع السياسي هذي حاجة وثاني حاجة نتوم اليوم كنشوفوا الوضع نحكو على ستركتور نحن تكون موحايدة خذر اليوم كننا نسمع مبكري في صديقنا اللي كان حاضر معنا عبر الهتف يحكي على أن بعد ما عملتوا لدبا على النقاب كانت تفهم موكلمة هذي حاجة نحن نحن نجمونا بعد شوية على الكتاحية نحن نحن تحكي على des سجي qui sont un peu политيك دونك سي بي موان دون 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 نحن نحن نحكي على هو الزعم نبدأ بالسؤال واللين نحن في الأطروح نمتعنا أنه زعم الاتحاد ينجر ما يلقى حل للأزمة لدينا فريق موسين دا وفريق معارض للأطروح دونك فريق موسين دا الفكرة جسما هي فريق معارض للأطروح اللي أنا كنت بتبيع دونك بالعكس نحن هنا أنه في الأخر مشينا واستنتجنا أنه نحن باش نلقع حل اللي راهو بلادنا ما تتوقفش على طرف واحد راهو الأطراف الكل لازمها تكون متشركة خاطر نحن راهو في إطار تشاركية ديمقراطية لازمها تكون موجودة سواء التشاركية سواء من الحكومة أو من المتاتحاد شغل أو من مختلف من منظمات الموجودة لازم هم يكونوا موجودين وراهو الشباب قاعد يدعو ميم أنه راهو الأطراف الكل تكون متكاتفة خاطرنا راهو احنا تتوا منش في أزمة واحدة راهو أزمة مراكبة وازمة معمقة لازم الأطراف الكل تحط ليد في اليد باش احنا نجمو نخرجو منها بالعكس هذي حاجة به انو احنا كشاباب براهو نجمو نواصل وراينا وصننا انو في الأخر اللي راهو وراهو مش وحده فقط هو الاتحاد وإنما الأطراف الكل تتجمع اني باش تحل الأزمة هذي هذي المخرجات تنتهى الديبالي سارة البيع اي مواذي حاجة مهما باش وحاجة ثاني كيف تجمو تحفظ محايدين اكيد هنا راهو كما قلت لك معناها احنا دي جاك خلقنا موسيندة ومعارضة منجمو كل كلمو حايدين معناها مخلقناش احنا باش نمشيو مع طرف ومع طرف اخر لي اكزاكتما مخلقناش نوع انو ما فاميش موضوعية ولا ما فاميش حيادية بالعكس تماما انك انت خلقت زوز فريق موسيندة ومعارضة دونك انت خلقت راهو المجتمع متاعه مع الاختلاف متاعو راهو هنا موسيندة بيانشور راهو شو مهما كانت الحلول موجودة مفاميش ارادة سياسية مانجموش انحكيو على تفعيل اذي اولا وبالعكس ينجوم يكون ممبر مناظر انك انتي عندك دي جون دي جون معناها ما شاء الله فامت دي كمبيتنس يارفو يحكيو ان ببليك يارفو يوصلوا رأيهم بالتماشي بالغيزان الممتاحهم بالتفكير متاحهم عاليش لي ميأثر شوه اصلا في اصحاب القرار انو راهو لزل ناسيبان وقايت بيش نحلو الازمة عاليش لي مانا عاليش ما ميكونوش هكا معنا صوتنا نجم يصيح هكا مانيش وهو أنه عندهم أثر من انو لازم بشيطة اللي شابيان لن يشعر الله يمسوا رأي الجين ويش يكون عندهم أثر على خاطر نمن انو المفوضة بالنسبة لك أنت مر وخصت تجربة هدوما شنو الفرق كان بينتهم أزوز بهتاون هول انك انتي عطيت البواند فيو متاعك حاجة معينة وقتها انا نذكر حكيت على اطار القانون اللي الهجرة في تونس بوسك انا جوريست معانيها كانت لتجربة ياسر مزيانة اني ما مطرقت البرشة حاجات وبرشة اشكاليات تويكا يختلف عنا بلاتو نتناقش فيها حوارات فما التفاعل نسألك تجاوبني العكس وبالعكس معناها دونك شيكون انتراكتيف اكثر يكون فاما سوس بانس اكثر فاما برشة هكا امبيانس في البلاتو معناها مش كيفة تاون هول لك اللي يفرق بمام الكنسبت معابود مبادرت بو ناظرة دونك شنو الاذافة اليوم اللي قدمتها مبادرت بو ناظرة المروعيسة مروعيسة ايه امنا بكي مخفل مروعيسة مروعيسة فننة امنا فغمان مغرومة بالفن امنا تونسي مروعيسة فننة كبيرة مروعيسة واصلو به هو انتظارات الحق كانوا برشة على مستوى سيئن على المستوى الشخصي وسواء على المستوى يعني تكون انت مستوى الشخصي انك انت تسقى الموهب متاعك يكون عندك فن التناظر وفن الحوار كيفش تحكي كيفش تكلم ان بوبليك كيفش تنجم تتناقش في مواضيع مهما كل موضوع سيئسي اقتصادي وقال اجتماعي وديما نقول انه على المستوى الاجتماعي كيفش يكون انا عندي تأثيري وإلى نأثر يكون التأثير هذي على العبادة الدايرينبية سواء الدايرة المضايقة وإلى الدايرة الموسعة اللي هو المجتمع المدني اللي انا موجودة فيه معناها مؤثر نأثر ونتأثر خليك الكلمة الاخيرة قبل ما كل لازم ينقول اللي اراه عنا عن جيل جاي قبل الحلقة اللي هو نجاح كنا فيه مع بسام انا نقول اذاك السيف سبيس متاعنا دونك قبل الحلقة عنا يخليك هكا كوميت تتفرها الترف تبدل للروتينة خطاب جديد هدا ايه بالضبط حاجة اخرى خطاب جديد وزيدة بعض الحلقة كيفش انه بعد ما نخرج كيفش الانتباعات متاعنا وإلى كيفش نخرج من بعض الحلقة دريكت عنا جيل الجاي وإلى عنا جيل جاي زيدا نهار جمعة ليكونوا فيها أزوز أطراف الرئيسية كيفش كان تجربتك مع الجيل جاي معناها كيفش كانت جيل الجاي في اللي قبل الحلقة برشة تخيص لحق معنا معنا لو ايشيرني حاول ديما هكا نخجو مكا لمدة متاع تخيص والكل لما يقع ديما موجود خطر في محكم انت داخل البلاتو عندك دبا وبعض الحلقة تلقاك دجار تحت هكا وتجرب تحكي أليز وأكتر على راحتك خطر سيبان وكملت الدبا والكل تخليك الكلمة الأخيرة توا مرحو الكلمة الأخيرة توا دونك اليوم اللي الشباب اللي يسمع فينا اللي حب يكون قائد أو صانع رأي الشباب اليوم اللي يسمع فينا ويسمع فيك انتي يحب يكون يشارك في الشأن العام يكون عنده قراراته يكون وسيلة الضغط خلينا نقوله يقترح على شلا يحكي على المشاغل اللي تهمه والمواضيع اللي تهمه دونك انت شنو رسالتك لهم به ديما أنا نقول لراه المجتمع المدني هو المتنفس متاع الشباب أنا ديما نمن بها خطني أنا نشطة في المجتمع المدني دونك بالنسبة لي أنا المجتمع المدني هو المتنفس لي اني أنا باش النجم نمارس فيه الحاجات اللي أنا نحبهم والحاجات اللي نمن بيهم باش أنا النجم نكون فاعلة على خاطر من المجتمع المدسوئن في العمل التطويع اللي خليك تحب بلادك بالاخر معناه خليك تحب بلادك وظلا به برامج كيف مناظرة راهو من الفرص اللي لزمهم ما يتفلتوش معناها خاطر بالحق راهو تنجم وتوصل صوتك انتي تنجم تكون قائد راهو علش لي في جهتك تنجم انتي كتفهم جهتك المشاكل اللي فيها تنجم تطرق كيفش انك مامت كيفش نجم تحلهم معناه دانك برامج مناظرة اكيد كيف برامج مناظرة هو يتيح فرصة للشباب انه باش يكون قائد وصانع رأي ويبلغ صوته كيف ما هو يحب يبرغ فكرته اكيد مرسي بكو ماروة ماروة موسي كنت حاضرة معنا وحكيتنا على تجربتك مع مبادرة مناظرة في العديد من المشاريع وشالك ترجعنا في حلقة اخرى وفي مشاريع اخرى يا رب مرسي عايشك مرسي قائد وشالك ترجمة نانسي قنقر